لم تكتفي ميليشيات الحوثي نكران يمنية من يطلق عليهم المهمشون من ذوي البشرة السمراء حينما وصفهم زعيمها عبد الملك الحوثي بأنهم أحثاد بلال نسبة للصحابية الجليل بلال بن رباح رغم أنهم يمنيون يعود نسبهم لدولة آل نجاح اليمنية منذ قدم الزمن بل عملت على تشريدهم وتركهم يواجهون التناثر والشتات دراسة اقتصادية حديثة كشفت أن الميليشيات شردت منذ أواخر العام 2014 أكثر من 300 ألف فرد من سكان أحياء الصفيح التي يسكنها المهمشون من بين ثلاثة ملايين شخص ينحصرون في المدن وقالت الدراسة المعنونة بالحماية الاجتماعية في اليمن بين الصمود والتكيف والممولة من اليونسيف إن 10% من سكان أحياء الصفيح أو ما تسمى بالمحاوية نزحوا عن مساكنهم الأصلية التي عاشوا فيها منذ عشرات السنين وأرجعت الدراسة أسباب فرر المهمشين من مساكنهم إلى ممارسات الحوثيين العنصرية تجاههم وتوقيف مرتبات الموظفين منهم بما فيهم عمال النظافة وإجبارهم على حضور دورات الطائفية والقتال في صفوفها رغما عنهم وبحسب الدراسة وفقا لتقييم الاحتياجات ومستوى الانكشاف تعذر على النازحين من المهمشين استضافتهم من قبل الأسر والأقارب التي هي بنفسها تعاني من ظروف معيشية صعبة ويكابدون حالة من الفقر المتقعة بسبب فقدانهم لمساكنهم معزم عن تسديد أي نفقات أخرى مرتبطة بالسكن بعد فقدان مساكنهم الأصلية وتؤكد قال المنظمات الدولية أن نحو 5 ملايين يمني فروا وخسروا منازلهم خلال السنوات الخمس الماضية بسبب بطش ميليشيات الحوث والصدو على منازلهم واتخاذها أو كارا لقياداتها ومشرفيها ويعانون ظروفا معيشية قاسية وهم أكثر عرضة للأوبئة والأمراض فيما كشفت مفوضية شؤون اللاجئين أن ملون نازح يعيشون في مخيمات مؤقتة بمواقع معدومة الخدمات الأساسية فيها عدى المئات منهم يعيشون في مواطن أكثر تنظيمان لكنها لا تزال عفوية وتتعرض العائلات النازحة التي تعيش في هذه المواقع لتهديدات مستمرة من ضمنها الإخلاء والطرد منها حيث تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على المياه النظيفة والرعاية الطبية الأساسية والتعليم فضلا عن الأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين في عدة محافظات جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وباتوا في العراء دون مأكل أو مشرب أو مأوى ترجمة نانسي قنقر